إذا كنت تريد الاشتغال على شيء بهذا النسق على هذا الشكل على هذا الستايل على هذا الأمور فأنت تحتاج إلى البروكسي لماذا البروكسي؟ لأنه بكل بساطة البروكسي هو خلينا نسميه عن هوية على الانترنت الموقع يرى الاي بي وإذا كان الاي بي مكرر من ثلاثة أربعة مرات خمس مرات مثلا يوتيوب فلن يتم احتساب المشاهدات لن يتم احتساب التعليقات سيتم وضعها في السبام أو سيتم تجاهولها فأنت تحتاج إلى البروكسي ليس في بي آن هناك فرق كبير بين البروكسي والفي بي آن البروكسي يمكنك تركيبه على الجوال الهاتف الحاسوب الطابلت التلفاز أي شيء وهنا في حالتنا اليوم سوف نستخدمه على هذا البرنامج برنامج بكل بساطة يسمح لنا بتركيب مجموعة من الهويات تشغل على يوتيوب فيسبوك ومين خيال لانه سوف نبدأ على بركتي لأول شيء سوف نحتاجه الاسد في هذه الدورة أو في هذه الكورس هذا أو في هذه الحلقة الأولى أنصح التعبير وهو البروكسي دروري دروري البروكسي فسوف تتعبير الوصف سوف تجد رابيس سوف تنقر عليه يحيلك إلى هذه الصفحة يسيري هذه الصفحة هذا الموقع يستخدمه أكثر من ثلاث سنوات بدون مشاكل ويمكنك استخدامه بعينيك مغمضين فسوف تنقع على start with google على هذا الشكل يعني تسجيل عن طريق جوجل سوف نقع على sign up ودائما يحيلونا بشكل اوتوماتيكي على جوجل نقوم بهذا الشكل وسوف يحيلونا إلى هذه الصفحة الآن ما سيحدث الموقع سوف يعطينا 10 بروكسيات 1 جيجا سويب انترنت مجاني يعني كبداية كتجربة يبدأ بعشر حسابات قم بانشاء عشر حسابات جوجل سوف نشرح للمسألة لاهقة فيكون عندك عشر بروكسيات مجانا يعني هذا الاي بي هذا الاي بي يوريت المتحدة الأمريكية مدينة بوفالو اليوزر نيم والباسورد يشتغل عادي جدا انت يسيد الآن الآن إذا قمت بنسخ هذه البركسيات يمكنك استخدامهم مجانا يعني الشباب يسرقوا لين يسرقوا لين يستخدمون البركسيات التي أشرحوا أنا في التعليقات في الفيديوهات فيمكنك استخدام هذا فكيف تقوم باستخدام المسألة ستنقر على دونلود على هذا الشكل وسيتم تحميل البركسي على هذا الشكل الاي بي هذا اليوزر نيم والباسورد وهذه هي البرت فهذا البركسيات يمكنك استخدامها كبداية لكي تتعلم ليس هناك أي مشكل الخطوة الثانية وهي تريد شراء البركسيات ضروري جدا تستخدم البركسيات سوف أوريك هنا نعمل تست أول كما تشاهد معي كلها تشتغل فأنت تحتاج لبركسيات يكي تشتغل معك بسلاسة الأمور لكي تعمل scale up يعني تكبر فستوف نحتاج إلى upgrade ننقل upgrade في عندك ثلاث خيارات في عندك shared private dedicated dedicated هذه تكون مكلفة جدا تحتاجها فقط فقط إذا كنت تريد الشغل على باي بال على الاتسي على الوايز نحن سوف نستخدم shared يعني proxy تستخدم أنت وشخصين أو ثلاثة أشخاص في عندك ال private هذه تستخدم أنت وشخص آخر لن نحتاجها في هذا الشرح سوف نحتاجها في حلقات مقبلة سوف نقطع على shared ويقول لك كم البركسي تريد كبداية كبداية يبدأ فقط من شغل أنت وصديق آخر يمكنك تقاسم هذه البركسيات مع شخص آخر ثلاثة أشخاص ليس هناك أي مشكلة كم ستكلفون المسألة بسيطة جدا شايدة معي مئات بروكسي مئتون خمسين جيجا سويب أنتنت تكلفك ثلاثة دولارات يعني أنت وثلاثة أشخاص يمكنكم تقاسم هذه المئات بروكسي واحدا سوف تكلفكم دولارة واحد يعني سبعة دراهيم أو عشرة دراهيم البلد سوف تختار البلد السوق الكندي الأمريكي فرنسا بريطانيا اليوكاي اخبار الأموين من حياتك هذيك يختار البلد الذي يعجبك نختار مثلا أمريكا وشاهدوا معي ما الذي سوف يحدث الآن سوف ندفع دولارين وتتساوثين ثلاثة دولارات نوقع لك continue سوف تضع لك هذه الخزاع البلد لأن نحتاجها في هذا الشرح وسوف يظهر لنا هنا مجموعة البيانات حول الباقة بما أنه أنا اليوم هذي المرة ثالثة ونحاول تسجيل الفيديو تظهر لي الكابتشا لأنا ضغطت على الموقع يعتقدون أني سبام فسوف تظهر لنا هنا بيانات الفيزا أو المستر كارد قم بيدخل بيانات وعمل confirm وسوف يتم عملية الدفاء ثلاثة دولار في الشهر كبداية مية بروكسي سوف تشتغل معك على عسل عسل على عسل لاحقا لاحقا مستقبل أن يمكنك الترقية هذا كان كل شيء نتقي في الحلقة المقبلة سوف نشرح كيف تقوم بضبط البروكسيات مع السلام